في المحترف الثاني اقترب نادي بارادو بشكل كبير من حسم الصعود إلى المحترف الأول بعد إطاحته بمضيفه اتحاد بسكرة بهدف دونرات حمل توقيع اللاعب مزياني فوز عمق من خلاله بارادو والفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه شبيبت بجاية إلى 11 نقطة فيما تواجد الاتحاد في المرتبة الثالثة رفقة اتحاد البوليدا ب34 نقطة نقطة على الرحاب نظن الفريق الخصم أعطنا فرصة وإن كان الفريق ما تخلش مليح في المبارات ما تحكملش فيها كما يزم طلقنا الهدف هذاك اللي كان شوية مبكر ما كناش نتاضر عندي باش نتلقاه هدف هذاك بهذه التاريقة ولكن أنا نظن عاودنا يعني حاولنا باش نرجعوا في المبارات في كل أحوال الشوط اللي هوين ما تحكمناش كما يزم في المبارات يعني في الكورة خاصة وما تبقناش اللعب لي كنا ن لعبناها من قبل الفريق الخصم كان من تمركز مليح من ناحية الدفاعية ترجمة نانسي قنقر